موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية نستهلها بالعناوين المملكة تستضيف غدا مؤتمر مبادرة مستقبل عظيم بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين والبريطانيين إلغاء نتائج الأصوات غير النظامية لانتخابات غرفة الرياض والتمديد لأعضاء المجلس الحاليين الموارد البشرية تطلق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية موسيقى وتشاهدون في نشرتنا أيضا بنحو 928 مليون ريال بنك التنمية الاجتماعية في المدينة يقدم تمويلات للمواطنين والأعمال خلال 2023 موسيقى موسيقى أهلا بكم تواصل البحرين استعداداتها لعقد الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل بحضور القادة والزعماء العرب حيث يُعقد اليوم اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات إضافة إلى اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري ألغت وزارة التجارة الأصوات غير النظامية لانتخابات غرفة الرياض نظرا لما رصدته وما تلقته من اعتراضات بشأنها وأوضحت التجارة أن التقارير التقنية لنتائج الانتخابات تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطرق غير نظامية مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات مشيرة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني من جديد وإعادة الفرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك والتمديد لأعضاء المجلس الحاليين ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل المجلس القادم كما أكدت اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم أعلنت النيابة العامة إيقاف مواطن احتال على ضحايا بالاستلاء على مجوهراتهم وأكدت أن المتهم قام بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتفاق معهم على الشراء بإيصالات بنكية وهمية والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل مشيرة إلى أن قيمة المجوهرات المستولى بلغ نصف مليون ريال تستضيف العاصمة الرياض غدا مؤتمر مبادرة مستقبل عظيم بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين والبريطانيين ويبحث المؤتمر على مدى يومين مستقبل القطاعات الاقتصادية وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل كما ستجرى خلاله 47 جنسة يشارك فيها 127 متحدثا من الجانبين تناقش 13 قطاعا اقتصاديا تدشن وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض اليوم فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن بمشاركة 40 دولة حول العالم ويهدف المعرض إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي من منتجات الدواجن كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع إجمالي أعداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالمملكة خلال العام الماضي إلى أكثر من 235 ألف ويأتي ذلك في تواصل للجهود التي تبذلها الصحة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ استراتيجية الترغيب بمهنة التمريض كأحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي احتفى تجمع الرياض الصحي الأول بكوادره التمريضية في كافة منشآته تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض والذي يصادف الثاني عشر من مايو من كل عام وأكد تجمع الرياض الصحي بأن للتمريض دور محوري في تقديم الرعاية الصحية والارتقاء بها وإسهامات كبيرة ومهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وفق رؤية المملكة عشرين ثلاثين أكمل تجمع المدينة المنورة الصحي كافة استعداداته وتجهيزات الطبية لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام وذلك عبر ثمانية عشر مستشفى ومركزاً طبياً متخصصاً وبأكثر من واحد وعشرين ألف موظف من الكادر الطبي والإداري وبين التجمع أنه تم دعم مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات قبل وبعد موسم الحج وتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية وقع مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد في المدينة المنورة اتفاقية تعاون مع البورد الأمريكي للاعتماد الدولي ومعايير التعليم المستمر نتابع في سياق هذا التقرير يعد المركز الشامل للتوحد أحد مخرجات جمعية المدينة للتوحد وذلك من خلال أفضل المعايير والكوادر المتخصصة التي يقدمها مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد بالمدينة المنورة بأدوات تقييم معتمدة ومعترف بها عالميا لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيقا لهذه الغاية تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والبورد الأمريكي للاعتماد الدولي ومعايير التعليم المستمر وذلك بهدف اعتماد المدينة المنورة مدينة صديقة للتوحد في خطوة هامة نحو خلق بيئة داعمة للأفراد ذو التوحد وعائلاتهم جمعية المدينة للتوحد تمكن تسعى لتوطين المعرفة ووضع خططها الاستراتيجية فيما يختص بالتوظيف والتدريب لضمان توفر الكوادر المؤهلة وجاهزيتها بشكل عال لخدمة المستفيدين محمد الشهري المدينة المنورة انطلق في ارياض معرض المشاريع السعودية الكبرى وقمة الشرق الأوسط 2024 وتستمر على مدى يومين ويتيح المعرض والقمة الاطلاع على المشروعات الكبرى في المملكة والتجارب والحلول العملية والابتكارية في مجال المشروعات تقليميا ودوليا للمزيد مشاهدين الكرام ينضم الينا من هناك مراسل أخبار السعودية عبدالله القرني أهلا وسهلا بك عبدالله وحدثنا عن المزايا التي يتيحها المعرض المقام وكذلك قمة الشرق الأوسط ربيكز المال وأهلا بمشاهد أخبار السعودية بكل تأكيد هو اليوم الأول لهذا القمة معرض المشاريع السعودية وقمة الرياض من خلال يومين اليوم الأول كما ترى هو إقبال كبير من المهتمين بالمشاريع كما هو الهدف الأول لليوم الأول وهو استقطاب أيضا الكثير من المهتمين من خلال يومين من خلال هذا اليوم أيضا لمواكبة هذه المشاريع وإيجاد الفرص للكثير من المهتمين من خلال الارتقاء بالمشاريع الكبرى من مختلف مناطق المملكة المشاريع الكبرى بالسعودية إيجاد الفرص إيجاد الحلول إيجاد أيضا آخر ما توصل إلي المهتمون في المشاريع من خلال ما لديهم من خلال أيضا العلاقات التي تربط المستثمرين وأيضا أصحاب القرى وصنع القرار وأيضا آخر المستجدات فيما يخص المدن الذكية مشاركات عديدة من مختلف المشاريع لعل من أبرز تلك المشاركات من مشاركة أمالة مدينة الرياضة التي أيضا شاركت هنا بمشاريع تخص مدينة الرياض شاركت أيضا فيما يخص المدن الذكية وآخر التقنيات المستخدمة في هذه المشاريع وأيضا هناك الجهات الأخرى لمشاريع كبرى في المملكة العربية السعودية قد تمثلت في نيوم وأيضا تمثلت في مشاريع البحر الأحمر ومشاريع مختلفة في رؤية المملكة 2030 أيضا تشارك هنا هنا أيضا بجوار هذه المشاريع وهذه الشركات المشاركة هنا أيضا هنا قاع للمتحدثين بحضور كبرى وكبار المتحدثين والمهتبين والمختصين على هذه المشاريع الكبرى في السعودية فهو حراك كبير في هذا اليوم الأول يسجل عدد حضور كبير وأيضا لفتة كبيرة للمشاريع الموجودة هنا بأهداف متعددة لعلى منها اكتشاف الفرص وأيضا وضع هذه المشاريع أمام أعيو الناس وأيضا وتوفير هذه المشاريع ووضعها أمام العلاقات التجارية والتبادل التجاري والتبادل الأفكار فيما يخص هذه المشاريع وتطويرها وتنميتها هذا ما لدينا هنا في هذا اليوم الأول نعم إذن مراسل الأخبار السعودية كبير عبدالقابل شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المرورة أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من إيران لأداء مناسك حج هذا العام وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث أجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية جرى تأهيلها بلغات عدة كما وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أديسو مارمو الدولي بمدينة سولو وتواصل وزارة الداخلية للعام السادس تنفيذها لمبادرة طريق مكة بالتعاون مع عدد من الجهات ضمن برنامج خدمة الضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1445 لجرى تنفذ وزارة الحج التجربة الفرضية الثانية لنقل وتفويج الحجاج بالمشاعر المقدسة بمشاركة أربعة آلاف حافلة ولمزيد من التفاصيل المشاهدين الكرام ينضم معنا من مكة مراسل الأخبار السعودية الزميل أسامة العبيدي أهلا وسلم بك أسامة وحدثنا عن تجربة الفرضية الثانية استعدادا لموسم حج هذا العام نعم سلمان بالفعل كما ذكرت قبل قليل تم تدشين هذه الفرضية بحضور نائب وزير الحج والعمرة معالي دكتور عبد الفتاح مشاط الذي دشن هذه الفرضية التي بدأت منذ صباح اليوم وهي تجربة الفرضية الثانية لوزارة الحج والعمرة بالإضافة وبالشراكة مع جميع القطاعات سواء الأمنية أو الخدمية المشاركة في نقل وتفويج الحجاج ما بين المشاعر المقدسة هناك مرحلتين من خلال هذه الفرضية المرحلة الأولى هو تصعيد الحجاج من مساكنهم إلى مشعر منا المرحلة الأخرى هو التصعيد المباشر من منا إلى مشعر عرفات يشارك في عملية تصعيد الحجاج وهذه المحاكاة التي تأتي كمحاكاة لنقل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف حاج من خلال أربعة آلاف باص يشارك أيضا في هذه الفرضية أكثر من أو تم تدريب أكثر من 12 ألف متدرب من خلال هذه الفرضية للوقوف على الجاهزية والاستعدادات الخاصة بنقل وتفويج الحجاج بيت الله الحرام ما بين المشاعر المقدسة كما ذكرنا سلمان هناك مرحلتين المرحلة الأولى هو تصعيد الحجاج من مساكنهم في العاصمة المقدسة إلى مشعر منا في يوم التروية المرحلة الثانية هو تصعيد الحجاج من مشعر منا إلى مشعر عرفات بعد ذلك تبدأ المراحل الأخرى لهذه الفرضية وهي الإفاظة من عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد ذلك الإفاظة من مشعر مزدلفة إلى مشعر منا كما ذكرنا سلمان هذه الفرضية الثانية لهذا الموسم التي تنفذها وزارة الحج والعمرة كما جرت العادة قبل كل موسم حج يتم اعتماد الفرضيات الخاصة بها للوقوف على مدى جاهزية وزارة الحج والعمرة بالإضافة إلى الشركاء وزارة الحج والعمرة سواء من الجهات المعنية المشاركة في نقل وتفويج الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة أو شركات الطوافة وهي المسؤولة عن الحجاج وعن تفويج الحجاج الخاصين بها أقف الآن هذه الباصات سلمان من خلفي التي تحدثنا عنها قبل قليل التي يبلغ عددها أربعة آلاف باص مشارك في هذه الفرضية كما تشاهد هذه الصورة الحية المباشرة من تجارب وأداء هذه الفرضية الذين من خلال هذه الباصات التي تحاكي نقل وتفويج أكثر من مليون وثلاثمائة حاج يشارك في هذه الفرضية من خلال أربعة آلاف باص مشاركة في هذه الفرضية جميع القطاعات سلمان المشاركة في حج هذا العام وبالتحديد في نقل وتفويج الحجاج هم موجودون الآن لتجشين هذه الفرضية ومشاركين من خلال نقل وتفويج أكثر من مليون وثلاثمائة أو محاكات نقل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف حاج إذن مراسل أخبار السعودية الزميل وسامة العبيدي وقد حدثنا من مكة المكرمة شكرا جزيلا لك وسامة على هذه التفاصيل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب من خلال استخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة مساند مما يحفظ حقوق الأطراف التعاقدية وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل حسب عدد العمال المنزلية لدى كل صاحب عمل نظمت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل بعنوان تحسين نظم بيانات الحركة المرورية على الطرق وذلك بحضور الجهات المعنية من المملكة وبمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ودول الإقليم وتهدف إلى تبادل الخبرات المتعلقة بتحسين بيانات تسجيل الوفيات والإصابات والحوادث المرورية تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في معرض المشاريع السعودية الكبرى وقمة الشرق الأوسط 2024 في الرياض ويتيح المعرض والقمة الإطلاع على المشروعات الكبرى في المملكة واستعراض التجارب والحلول العملية والابتكارية في مجال المشروعات تقليميا ودوليا والتعرف على أبرز الأنشطة المعمارية والإنشائية في المنطقة بما يسهم في بناء تخطيط حضري مستدام أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي أعلنت في تنفيذ تسعة مشروعات مائية وبيئية في أماكن متفرقة بمنطقة المدينة المنورة بتكلفة تقارب خمسمائة مليون ريال وأوضحت الشركة أن المشاريع تأتي لزيادة نسبة التغطية بالخدمات ورفع مستوى خدمة العملاء وفق خططها لتعزيز البنى التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية تنطلق اليوم في دولة قطر النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بمشاركة أكثر من ثمانين شركة سعودية ويهدف المعرض إلى تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستدفات رؤية 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية استضافت جامعة هارفارد في كامبريج الأمريكية مؤتمر مبدعي الخليج تحت رعاية منظمة ديوان الطلابية حيث شهد المؤتمر حضور نخبة من قادة الفكر والأكاديميين لمناقشة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة نتابع احتضرت كامبريج الأمريكية مؤتمر مبدعي الخليج في هارفارد تحت مضلة منظمة ديوان الطلابية ويركز المؤتمر على مناقشات الموضوعات الاقتصادية والشؤون الاستماعية والأعمال وكذلك قضايا تمكين المرأة والشباب والتعليم وغيرها من القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية مع نخبة من قادة الفكر والأكاديميين وصانعي السياسات شهد المؤتمر حضور وفد سعودي عالي المستوى من مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث إذ تطرق في كلمته إلى التقدمات الرئيسة والدور البارز الذي تقوم به المملكة في دفع عجلة التحول الصحي على مستوى المنطقة والأهداف المستقبلية والرؤية التطورية في مجال الرعاية الصحية على الصعيدين الأقليمي والعالمي تضمن المؤتمر أيضا مشاركات متنوعة من عدد من القادة والمفكرين من المملكة ودول الخليج إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والخبراء وقادة الأعمال الذين قدموا إسهامات قيمة في النقاشات التي شملت مجالات عدة تهم المنطقة والعالم وقعت الإدارة العامة للسجون بالمنطقة الشرقية اتفاقية مع جامعة الأمير محمد بن فهد لقبول عشر الطلاب انتهت محكومياتهم في الجامعة للدراسة في مرحلة البكالوريوس للمزيد مشارك الكرام ينضم معنا الزميل طارق الغامدي أنو سالم بك في طارق وحدثنا عن هذه الاتفاقية والأثر الإيجابي التي تحدث ناعم زميل سلمان طبعا هذه الاتفاقية هي برعاية صاحب السبو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية هذه الاتفاقية هي ضمن الاتفاقيات التي توقعها السجون وأيضا عدد من الجهات مع أيضا الجهات التعليمية الهدف منها هذه دخول هؤلاء الذين أنتهت محكومياتهم في المجتمع وأيضا أعطاهم فرصة أخرى إيجابية لإكمال دراستهم وأيضا تقديم ما يمكن من قبلهم لخدمة هذا الوطن وهذه أمور إيجابية طبعا جامعة الأمير محمد بن فهد ليست هذه أول مرة ولكن هناك عدد من المبادرات التي قدمتها وأيضا السجون أيضا عدد من المبادرات التي وقعتها مع عدد من الجهات طبعا هذه المبادرة سوف يكون لها آلية معينة سوف يتم اختيار هؤلاء العشرة ومن ثم دخولهم في اختبار تقديري لمعرفة التوجهات الأكاديمية التي سوف يتجهون إليها ومن ثم دخولهم في المرحلة التعليمية التي سوف تكون من العام القادم بإذن الله طبعا الذين خارج المنطقة سوف يكون لهم ميزة أخرى السكن وأيضا هؤلاء العشرة سوف يكون لديهم مكافآت شهرية تقدمها هذه الجامعة لهم من أجل تحفيزهم وبقائهم على مقاعد الدراسة وأيضا إكمالهم هذه المرحلة الجامعية ليكونوا عناصر فاعلين في المجتمع وهذا هو دليل على ما تكونه هذه المملكة العربية السعودية لمواطنيها ورعاياها حتى وأن كان هناك بعض الهفوات أو الأخطاء من البعض في حياتهم الماضي ولكن هذا يعني أنه سوف نسعى إلى تطوير أبناء نعائيا كانوا ومن ثم تحويلهم إلى عناصر فاعلين في المجتمع نعم هل هذه المبادرة زميلي طارق تعتبر الأولى في هذا المجال أم هناك مبادرات مشابهة لها فيما يتعلق بالتعليم لهذه الفئة بالتحديد زميلي سلمان طبعا هذه ليست المبادرة الأولى هناك مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا الذين الظروف الخاصة أيضا خارجيين الذين أنتت محكمية المسجون العديد من هؤلاء يحضون بهذه الفرص وأيضا يدعمون في هذا الجانب وأيضا أعطائهم منح دراسية لإكمال دراساتهم الجامعية في المراحل الجامعية سواء المجسير البكالوريس أو المجسير أو الدكتوراه وهذا يعطي دافع إيجابي لهؤلاء ليكونوا عناصر فاعلين في المجتمع من خلال التخصصات التي يقون بها خاصة أن هذه التخصصات لها دور إيجابي في الحركة الاقتصادية في المنكة أربية السعودية أيضا التخصصات سوف يتم تحديدها بناء على رغباتهم أو قدراتهم وإمكانياتهم في التعلم في جوانب تخصصات معينة دون غيرها وذلك سوف نشاهدهم إن شاء الله بإذن الله خلال السنوات القادمة حاملين الشهادات الجامعية وأيضا منخرطين في سوق العمل ليقدموا ويساهموا في تطوير هذا الوطن الغالب بمشيئة الله تعالى إذن مراسل الأخبار السعودية من الدمام الزميل طارق الغامدي شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل زميلي طارق توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحبة برياح النشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض الشرقية مع استمرار الرياح النشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوفة بوك تمتد إلى أجزاء من منطقتين حائل والمدينة المنورة نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل لتقديم أفضل الخدمات للضيوف الرحمن أمير ثبوك يترأس اجتماع لجنة الحج اهلا وسهلا بكم من جديد وإليكم مجز لأهمي وآخر الأخبار تواصل البحرين استعداداتها لعقد الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل ألغت وزارة التجارة الأصوات غير النظامية لانتخابات غرفة الرياض نظرا لما رصدته وما تلقته من اعتراضات بشأنها أعلنت النيابة العامة إيقاف مواطن احتال على ضحايا بالاستلاء على مجوهراتهم وأكدت أن المتهم قام بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتفاق معهم على الشراء بإيصالات بنكية وهمية تستضيف العاصم الرياض غدا مؤتمر مبادرة مستقبل عظيم بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين والبريطانيين تدشن وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض اليوم فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواج بمشاركة أربعين دولة حول العالم وزارة الصحة تكشف عن ارتفاع إجمالية عداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالمملكة خلال العام الماضي إلى أكثر من 235 ألف وإلى أخبار المناطق حيث رعى صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية السجون وجمعية التوعية بأضرار المخدرات في المنطقة وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية مثل هذه الاتفاقية ودور الشراكة في رفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والاهتمام بتطوير وتفعيل البرامج التأهلية للتوعية بأضرار المخدرات رأس أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهاد بن سلطان بن عبد العزيز اجتماع لجنة الحج بالمنطقة واطلع السمو على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد الشارخ ونوه السمو خلال اللقاب الدور الذي تقوم به الجامعة والكليات التابعة لها والبرامج التعليمية لمواكبة لرؤية المملكة 2030 مشيدا بتعدد الكليات المتخصصة والمتميزة بمخرجاتها العلمية والتعليمية كما شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تهدف لوضع نموذج رقابي لخفض نسب الملوثات في المنتجات الغذائية المتداولة في أسواق النفع العام جاء ذلك خلال لقاء سموه بأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع كما تسلم سمو أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة واستمع السمو إلى شرح من مدير القطاع الشمالي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي عن إجمالية تمويل الذي قدمه البنك بمنطقة القصيم للعام الماضي وأشد سموه بالجهود التي يقوم بها البنك في تمكين جميع فئات المجتمع من الاستفادة من القروض مما يؤكد على حرص البنك في دعم المستفيدين وتحقيق مستهدفاته من خلال العديد من البرامج والمبادرات تسلم أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز العضوية الشرفية لمكتب رواد كشافة الباحة وتقريرا عن المكتب وأنشطته خلال الفترة الماضية واستعرض خلال لقائه مدير مجلس إدارة مكتب رواد كشافة الباحة الرائد الكشفي عبدالله الغامدي أعمال رابطة رواد الكشافة السعودية وجهودها لخدمة المجتمع حاثا على ضرورة تفعيل البرامج التطوعية في موسم صيف الباحة مؤكدا أهمية تفعيل مشاركة العنصر النسائي شهد أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية التي تهدف إلى زيادة إنتاجية الأعمال الحرة الموسمية عبر منتج تمويلي قصير المدى والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع جاء ذلك خلال لقاء سموه بمساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي كما كرم سموه خلال لقاء شركاء النجاح ومديري الجهات الحكومية الداعمة من جهة ثانية رعى أمير منطقة حائل انطلاق أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024 ابتكر لصحتك بنسختي الثالثة الذي يستمر حتى يوم الخميس في مركز الروشن للمؤتمرات وذلك بحضور سموه نائبي وتجول سموه في المعرض المصاحب للمؤتمر ثم دشن هاكثون الأمير عبد العزيز بن سعد لطب نمط الحياة كما أطلق مبادرة إجزم وشهد توقيع اتفاقية بين الشؤون الصحية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات بين تجمع حائل الصحي وكل من جامعة حائل وجمعيتي وقاء ونشاط وللمزيد حول المعرض المصاحب للمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024 ابتكر لصحتك يلتحق بنا من حائل مراسل أخبار السعودية الزميل محمد عثمان أهلا وسهلا بك محمد وحدثنا عن هذا المؤتمر نعم أهلا بك سلمان وكذلك أهلا بكافة المشاهدين الكرام دعم كبير ورائع يتلقاها كل القائمين على الأنشطة هنا في حائل من قبل سمو أمير منطقة حائل لذلك هو قام برعاية يوم أمس حفل افتتاح مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة بنسخته الثالثة تحت عنوان ابتكر لصحتك حضر أيضا عدد من التوقيع اتفاقيات وكذلك أطلق مبادرات وأطلقها كثون الأمير عبد العزيز بن سعد ونحن نتواجد في بهو هذا المكان المعرض الخاص بالابتكار الصحي يسرنا أن ينضم إلينا مدير عام الشؤون الصحي منطقة حال أستاذ سلطان بن ناصر بن سعيد وهو رئيس المؤتمر أيضا حياك الله أستاذ سلطان يعطيك العافية يعني تفاصيل كثيرة يوم أمس كان يوما بهيجا كانت واضحة في عيونكم الفرحة فرحة النجاح وإن شاء الله تستمر إلى نهاية هذا المؤتمر إيش هي أبرز الفعاليات المصاحبة وكذلك كيف شفتوا رعاية سمو الأمير أمس أول شيء الحمد لله حظينا أمس برعاية وتشريف سمو أمير المنطقة لإطلاق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة وكذلك سمو نائبه وبحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي حقيقة أمس كنا فريحين جدا بحضور سموه أولا وبإطلاق المؤتمر وبالنجاح الذي حظينا به ولله الحمد ودي أسألك سمو الأمير أمس أطلق الهاكاثون اللي باسمه سمو الأمير كيف شايف هذا الإطلاق هكاثون الأمير عبد العزيز بن سعد أولا شرفنا سمو الأمير بأنه يكون هذا الهاكاثون باسمه هو الهاكاثون الأول من نوعه حقيقة في المملكة الخاص بنمط الحياة وبابتكار توعية صحية جديدة المبدعين اليوم عندنا مئة مبدع من شباب الوطن يعملون الآن في هذه اللحظة على ابتكارات كثيرة خاصة في نمط الحياة بإذن الله تعالى غدا سيكون حفل التتويج لهم والفائزين معهم الهاكاثون بكل أمانة هو نقلة نوعية نعتبرها للصحة عامة هو للتوعية فيما يخص صحة المجتمع وتعديل سلوك الأفراد أبسألك اليوم من ضمن الفعاليات وجود مسرح أيضا تستعرضون من خلال عدد من القصص الناجح التي ساهمت في تغيير نمط حياتها وساهمت في إلهام الكثير من أجل تغيير نمط حياتهم إيش هذه الفعاليات؟ فعاليات المسرح كثيرة جدا من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء تضم كثير من الأمور فيها مسابقات وأيضا فيها ندوات علمية خاصة للمجتمع وأيضا خصصنا أجزاء كبيرة للشباب هذا اليوم كيف تغيير سلوكك كيف تتبع نمط حيات صحي من خلال أفكار جديدة على المسرح بإذن الله تعالى بطولة البادل وكبالك الهاينكينج كل هذه التفاصيل اليوم تنطلق وحدثني كذلك عن إقبال شباب للتسجيل فيها نعم المبادرة الرياضية كثيرة لها الحمد لدينا وهذا هو اهتمامنا اليوم نحاول نلمس المجتمع ونلمس الفرد لتعديل سلوكه لدينا بطولات كثيرة بطولة البادل بطولة السباحة الجري المراثون أيضا أمش 8000 خطوة هذه كلها أيضا لها جوائز تحفيزية حاولنا أن نضعها لجلب الناس وتعديل سلوكهم لاستدامة الصحة في المملكة بإذن الله تعالى أسألك عن مشاركة القطاع الثالث القطاع الخاص اليوم هذا المعرض الذي نتواجد فيه ماذا يضم معرض الابتكار الصحي؟ نعم اليوم عندنا قطاعات كثيرة وشركات كثيرة سواء حكومية أو حتى القطاع الخاص الجميع يعمل اليوم داخل هذا المؤتمر فيما يخص نمط الحياة وتعديل السلوك بكل أمانة اليوم عندنا في الابتكار في معرض الابتكار أشياء كثيرة جدا تخص نمط الحياة وكيف تعدل سلوكك بطريقة مختلفة عين العادة عندنا اليوم الطب البديل عندنا مستشفى الصحة الافتراضي عندنا كثير من الشركات اليوم قاعدة تقدم أشياء خاصة في نمط الحياة وخاصة في تعديل السلوك ونأمل إن شاء الله تعالى أن تصل للفرد وتلامس حاجة وبإذن الله إذن هي دعوة منك لكافة أهالي منطقة حال والزوار منطقة حال بالحضور إلى المعرض الخاص بمؤتمر طب الحياة نمط الحياة وزيارة معرض الروشة من أجل مشاهدة هذه الأمور نعم ما في شك نحن من الساعة 4 إلى الساعة 10 إن شاء الله تعالى نستقبل الجميع بل نفرح بالجميع لدينا لهم شيء كثير إن شاء الله تعالى متمنين من الله التوفيق ولكن الأشياء الموجودة اليوم في المعرض أعتقدنا تلامس الفرج والجميع بحاجتها بإذن الله أخيرا إلى أي يوم مستمرين؟ إن شاء الله تعالى إلى يوم الخميس بإذن الله تعالى الساعة 10 بالليل بإذن الله شكرا لك ولكل فريق عملك سيد سلطان وحنا فخورين جدا بهذا الطاقم طويل عمرك شكرا لك وشكرا للجميع كان الحضور هو المميز بكل أمانة شكرا 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 إذن كما شاهد سلمان كان هذا الأستاذ سلطان بن ناصر المسعيد رئيس مؤتمر حايل الدولي لطب نمط الحياة وكذلك هو مدير عام شؤون صحة حايل متحدثا عن رعاية أمو الأمير لحفل الانطلاق أيوم أمس وكذلك عن الفعاليات المصاحبة ومعرض الابتكار الصحي وغيرها أعود إليك بالصوت والصورة نعم مرحس الأخبار السعودي الزبيل محمد عثمان شكرا جزيلا لك محمد على هذه التفاصيل والشك الموصولة ضيفك الكريم شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وبحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند توقيع مذكرة تعاون بين فرع الرئاسة والغرفة التجارية بالمنطقة وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج تعاون موجة لشرائح المجتمع كافة وتعزيز سبل التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع ونشر الوعي وثقافة الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رعى أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز حفلة خريج الدفع العشرين من طلاب طالبات جامعة طيبة للعام الجامعي الحالي والذين تجاوز عددهم تسعة آلاف خريج وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة بعد ذلك تم مشاهدة فيلم وثائق يجسد رحلة الإنسان لتحقيق أهدافه من خلال مسيرة التعلم ثم كرم السمو والخريجين والخريجات والتقطة الصور التذكارية بهذه المناسبة كما التقى سمو أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي المهندس سلطان الحميدي الذي قدم شرحا عن الأعمال وحجم التمويل المقدم لمواطني المنطقة حيث بلغ إجمالي التمويل خلال العام الماضي نحو تسعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال إضافة إلى الخدمات التمكينية غير المالية التي يوفرها البنك من خلال برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال وممارسية العمل الحر بهدف دعم المستفيدين للانخراط في سوق العمل وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية الدور المحوري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم ونجاح جميع المشاريع التنموية وتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني والرقمي بما ينسجم مع مستهدفات عشرين ثلاثين واطلع خلال لقائه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة على مستوى التقدم في مؤشرات البنية التحتية الرقمية بالمنطقة موجها بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع الوزارة والإمارة وهيئة تطوير المنطقة لوضع الأولويات اللازمة لتحسينها من جهة النثانية تفقد سمو أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة مركز الترحيب واستقبال الحجاج في طريق الهجرة واطلع سموه على آلية سير العمل والخدمات المقدمة لحجاج البر القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي بالإضافة إلى ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المدينة المنورة بعد آداء النسك كما شاهد سمو المؤشرات التشغيلية لمركز الترحيب التي ترصد القدوم والتفويج بطريقة آلية من خلال التحقق من توجيه الحجاج وجاهزية مقار سكنهم لاستقبالهم التقى سمو أمير منطقة المدينة المنورة بسفير طاجكستان لدى المملكة أكرم كريمي ورحب سمو الأمير سلمان بن سلطان بالسفير الطاجكستاني متمنيا له طيبة الإقامة في المدينة المنورة كما جرى خلال اللقاء تبدل على حديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك رأى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفلة تخرج الدفع الخامسة والسادسة من طلاب مرحلة البكالوريوس والدفع الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من طلاب مرحلة الماجستير بكليات الشرق العربي في الرياض وخلال الحفلة رفع المشرف العام على كليات الشرق العربي الدكتور عبدالله الفيصل كلمة الشكر للقيادة الرشيدة لاهتمامها وحرصها على دعم العملية التعليمية والتعلم والدفع بعجلة النمو العلمي والأكاديمي مثمنا رعاية وحضور سمو نائب أمير الرياض الحفلة والاحتفاء بالخريجين أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران على أهمية دور الإعلام في تغطية موسم الحج وإبراز جهود المملكات الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة نجران علي بن مبارك بن بلال وعدد من منسوبي مكتب الوكالة بالمنطقة دشنا محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مبادرة التوازن بين العمل والأسرة تحت شعار أوزن حياتك والتي تنظم جمعية المودة لتنمية الأسرية وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى الآباء والأمهات بأهمية التوازن بين العمل والأسرة وتعزيز التفاعل والتعاون بين جهات العمل ذات الصلة لتعزيز بيئة العمل الداعمة للأسرة إضافة إلى تكريم جهات العمل بمختلف القطاعات التي تتبنى ممارسات استدامة تعكس اهتمامها بالعائلة والمجتمع كما افتتح محافظ جدة فعاليات يوم المهنة 2024 الذي تنظمه جامعة جدة على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 45 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص ثم دشن محافظ جدة المرحلة الرابعة للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بجدة والذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة ويهدف إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ودعم البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل استقبل وزير الخارجي الأمير فيصل بن فرحان بمقر الوزارة في الرياض رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدوري الإنساني الدكتور جلال العويسي والوفد المرافق له وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون في مجالات القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التكامل الدولي فيما يخص دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الإنسان في كافة أنحاء العالم يضم مركز ملتقى الإبداع للفنون بمحافظة الدوادم نخبة من الفنانات السعوديات وينظم المركز دورات تدريبية وويرش عمل للمتدربات الراغبات بتطوير مهاراتهن الفنية هذا المنزل حوله صاحب حزيم حزيم إلى مركز مختص في تنمية مهارات موهوبات وفنانات دوادمي دفعه إلى ذلك موهبة زوجته وكثرة فنانات المحافظة هذا كان سكن لي أنا خاصا وعائلتي فجاء فكرة الفن التشكيلي ففرقت المنزل هذا وسكنت جنبه فرقت للفنانات طبعا هذه جهود ذاتية من عندي للفنانات وحب الفن لزوجتي فتحت البيت هذا لهم إن شاء الله وللدور الأرضي برضوه إن شاء الله نعمل على الآن تجهيزه أكثر من ثلاثين فنانة ونحاتة يضمها المركز الذي سمي بمركز ملتقى الإبداع للفنون له دور كبير في المحافظة وصار فيه مجموعة من الفنانات الآن وهو جهود ذاتية مني ومن هذا الموقع خاصة للفنانات نطور المحافظة من فنانات الدوادمي وخارج المحافظة برضه المركز يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المحلي ويسعى للارتقاء والريادة في دعم المواهب الفنية والترفيهية وينظم دورات تدريبية ووراش عمل للمتدربات الراغبات بتطوير مهاراتهن الفنية خالد الربعي أدوادني أنهت أمانة منطقة عسير من أو انتهت من أعمال إعادة تأهيل وتطوير قرية آل ينفع التراثية في مركز تمنيها لتكون مقصدا للزائرين والسائحين الذين يحرصون على زيارتها من مختلف دول العالم وتعتبر القرية من أبرز القرى التراثية والسياحية وتضم عددا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية ويبرز فيها التراث العمراني لمنطقة عسير وتتميز بمناخها المعتدل وطبيعتها الخضراء خصص المركز الوطني لإدارة النفايات موان أكثر من مليار ومئتي مليون ريال قيمة فرص استثمارية مطروحة للمستثمرين بمجموعة الدمام المكونة من تسعة مناطق بهدف الاستفادة من تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة بديلة تحافظ على البيئة تسع وثلاثون فرصة استثمارية في قطاع البيئة وتدوير النفايات بقيمة تجاوزت مليار ومئتي مليون ريال أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات طرحها لمستثمري المنطقة الشرقية خصصت الاستثمارات لتدوير سبعة أنواع نفايات كالصلبة والزراعية ونفايات المباني إذ تستهدف مدينة الدمام وثمانية محافظات منها الخبر والقطيف والخبجي اليوم نحن انتهينا من المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المنطقة الشرقية هذا المخطط بدة عشرين سنة اليوم هذه الفرص موجودة ويستطيع جميع المهتمين الاطلاع عليها بكامل تفاصيلها وإن شاء الله نحن اليوم في صدد الانتهاء من اعتماد الممكنات اللازمة لتفعيل هذه الاستثمارات في أقرب وقت ممكن طبعا متنوع الفرص اللي موجود فيه من عند موان فيها النفايات وفيها عند حق المراكز الأخرى نفس مزارع الأسماك والغلطان النباتي لاستخدام فيها في تدور النفايات والاستفادة منها الفرص تهدف إلى توطين الخبرات واستبعاد النفايات عن المرادم بفرص استثمارية تنمي الطاقة البديلة وتقلل الإنبعاثات الكربونية لقناة السعودية سلطان الطلاني الدمام قتل 24 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة خلال الاشتياح المستمر للدبابات لاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة وقالت مصادر محلية إن الطواقم الطبية تمكنت من انتشار الضحايا من أزقة وشوارع مخيم جباليا الذين سقطوا جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال للمخيم وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المكثف للمنازل شمال القطاع ما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة وتهجير آلاف الفلسطينيين عن المخيم حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تعارض الهجوم الواسع النطاق على مدينة رفح مع القانون الدولي الإنساني مؤكدا تكدس أكثر من مليون فلسطيني من النازحين من رفح داعيا كل الدول لأن نافذ إلى بذلي كل ما بوسعها لتجنب وقوع الهجوم أعلنت الصحة الفلسطينية انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات غزة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق كافة معابر القطاع وأشارت أن ثلاثين مستشفى توقفت بشكل كامل مع نفاذ الوقود والأدوية لافتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبرت طواقم الطبية على إخلاء المستشفيات في قطاع غزة في ختام هذه النشرة مشاهد الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها المملكة تستضيف غدا مؤتمر مبادرة مستقبل عظيم بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين والبريطانيين إلغاء نتائج الأصوات غير النظامية لانتخابات غرفة الرياض والتمديد لأعضاء المجلس الحاليين الموارد البشرية تطلق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية بنحو 928 مليون ريال بنك التنمية الاجتماعية في المدينة يقدم تمويلات للمواطنين والأعمال خلال 2023 شكرا لكم شهد الكرام عرطي بن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة